السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلنا عارفين طبعا اهمية الزنجبيل للعصفير والعصفير طبعا ما بتحط لها زنجبيل بتتحفز على التزاوب بالذات بيكون مهم جدا للذكر فطبعا انا هنا بحط الزنجبيل دايما على في المية فالنهاردة قلت يعني كده احط الزنجبيل على البيض رشة خفيفة جدا جدا كده واجرب ولكن لقيت ان العصفير الكوكتيل ما كلش منها ولكن الروز كان منها خفيف ليه لان اللي حصل ان البيت طبعا بقى حراء بالرغم ان انا حطت رشة بسيطة جدا جدا من الزنجبيل فيفضل طبعا ان انا موضوع الزنجبيل دوت ان انا اعمله في المية السخنة افضل كان انا بقى اعمل شاي كشري يعني كوبات مية مغلية وحط فيها ربع معلقة من الزنجبيل وبعد كده اخففها بقباية تانية يعني اللتر كله ممكن يكون عليه ربع معلقة او نص معلقة من الزنجبيل رجو كويس وسيبه وبعد كده اقدمه للطيور كشرب فقط ببقى افضل واحسن ولكن اهم حاجة خلي بالك ان الزنجبيل ما ينفعش ان انا ابيته قدام العصفير يعني انا بحط العصفير الزنجبيل الصبح يبقى لازم اشيله في نفس اليوم اخر النهار ما ينفعش ان انا ابيته علشان خاطر ما يبقاش امدرد ليهم لانك انت لو جد بيته وجدتي جدي بعد كده شم ريحته هتلاقي طبعا يعني ريحة صعبة جدا غير طبعا ان هو مش مفيد ليهم بالعكس هيبقى ضر جدا ليهم طبعا كلنا عارفين اهمية الزنجبيل مهمة اوي اوي بالنسبة للذكر وبالنسبة ليه الانسة هتلاقي على طول الاول ما الدكر بيشرب الماء اللي فيها الزنجبيل بيبدأ التغريد وبيبدأ ان هو عايز تزاوج مع الانسة بس خلي بالك هنا لما تيجي تحط الزنجبيل ما ينفعش تحطه لجوز يكون في النتاية جوه رأده زي اللي حدق شايفة دي مثلا النتاية هي الدكر واقفة وبره والنتاية جوه رأده فما ينفعش ان انا احط له زنجبيل واحفزه على التزاوج لان هو كده هيبقى عايز يتجوز وعايز ان هو يخلي النتاية تؤمن على البيض وكده هيبقى غلط على البيض فيفضل ان انت لما تحط الماء بالزنجبيل تحطها على الازواج اللي تكون لسه يعني ايه ما فيش عندهم بيض لسه انت عايزوا ان هم يحصل تزاوج بينهم عايز تحفزهم وعايز ان الدكر يتحفز للانسة فهنا بتحط المضوع الزنجبيل دوت لمين الازواج اللي هي لسه ما حصلش بينهم تخصيب اه ده فيديو كده قصير عملته لحضراتكم عشان خاطر يعني اهريكم ان انا ما جيت حطيت الزنجبيل على البيض اه للأسف اه اه نفروا من البيض وخافوا منه مرضيش ان هم يكلوه لما يقولوا انه هو حراء فطبعا ما اكررش الموضوع ده تاني عشان خاطر ما اكررهمش في البيض كده هيكلها بمجا حطرهم بيت بقى كده هيخافوا فطبعا انا هصبر مسلا يومين تلاتة وبعد كده ابدأ احط بيت تاني عليه رقشة ملحة خفيفة زي ما بعمل كل مرة او وربع معلق بقصومات فده بيبقى افضل ليهم وده لهم واخدين عليه لكن لا بقوا ما حطيت مادة غريبة على البيض بصيت لبيضتم على طول نفروا منه وبعدوا عنه لان طبعا اه حراء عليهم اه بشكركم جدا بتمنى يكون الفيديو حاجة بحضراتكم بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة في الزر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته